قال قائد قوة قدس في حرس الثورة لواء إسماعيل قآني أن العالم سيشهد كيف سيتحول إخوة الشهيد صالح العروري إلى كابوس للكيان القاتل للأطفال وجاء في رسالة تعزية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية باستشهاد القائد العروري تقدم حرس الثورة ومسؤولي الجمهورية في إيران أو تقدم للحركة والجهاد والفصائل بالتبريك والتعزية بالشهادة العظيمة ورأى لواء قآني أن العدو في اغتياله لقادة المقاومة يسعى للتخفيف من هزيمته الثقيلة في غزة والضفة لكن هذه الهزيمة غير قابلة للترميم وذكر كذلك بأن رحيل العروري جاء وقد ضيق الساحة على العدو في الضفة الغربية وشدد على أن الشهيد العروري ودع الأمة وهو غير خائف على مصير المقاومة ومستقبلها